من نقطة ذكرتها أنت الحين أنه هو الحارس حارس المنتخب وحارس من الشرطة القذارف وما لعب إلا مباروة ديها أعتقد أنه دي واحدة من المشاكل اللي يعاني منها وأنه يا أخي بنقول زي ما بنقول دائما أنه اللاعب الجيد إفرازة جيدة لمنافسة جيدة أنت ما عندك منافسة لاعب ما بلعب على طول حتى في المنتخبات الكبرى يعني اللعيبة بتشترض عن اللعيب الأساسيين أنه يا أخي أنت عشان تكون أساسي معاي في المنتخب لازم تكون أساسي في التيم حقك يعني تكون شان تكون مشاركة تكون لاعب فإذا لابد من وجود منافسة منتظمة لتاهيل هؤلاء اللعبين أعتقد أنه مباراة السعودية ممكن ونظرناه من المنظور أنه يا أخي اللعيبة دي أصلا ما عنده منافسة منتظمة قاعدين يشاركوا فيها الهزيمة واردة بشكل كبير جدا وهزيمة منطقية الناس ما تحاول تحملها أكبر بما تستحق ولا تحاول ترفع في الطموحات عالية بخصوص هذا المنتخب تعرف إنه يا أخي المنتخب دا أنه إحنا بنبني فيه بناية وبنبني فيه مش عشان أحقق ليلة نتيجة إيابية في البطولة بتاعت المغرب اللي قايمة بعد شهرين أو بعد فترة بسيطة بعد شهر أجل من شهر يمكن باقي 13 يوم فغير أيها فألمين فيه النهاية فترة بسيطة يعني اللا منطق إنك التلاعب هو أصلا ما لعب ما عنده منافسات مستمرة تجي تطالبه إنه يا أخي في منتخبات لهباء شوفنا المنتخب المغربي في الشباب مع الشباب مستوى ما شاء الله عالي كل المنتخبات العربية حاليا على مستوى المراحل السنية أعتقد إن بتقدم في نمازي جيدة جدا جدا وخورة حاليا صارت متطورة جدا جدا وحتى بيقل لعيبة في أعمار صغيرة وسطلعوا بره يحترفوا في في أوروبا وفي أماكن تانية فدي يلا الفائدة زي ما قلت أرجع لي